لحد ما جاءت النصيب وجاء الخروج طبعا وقصة بقى كبيرة جدا ان انا يعني المدرب بنيوسيف جالي في الحد بنيوسيفي عنا فيه لعيب كرة ده اسمه ربيع سين فجالي كنت انا الكلام ده بقى كان فيه مستشار خدني قال لي ده انت لعب مهوب ازاي سابينك كده وقال طوله والله ما عرفش حد فطبعا هو حضرتك كان زمال كاوي وكان يعرف الكابت الحمد الشرقاوي قال لي تم تيجي الزمالك وقال طوله بس انا اهلا وحنا عندنا العرف طبعا في الصعيد كانت عيلتي كلها هلوية وطبعا هلوية بقى هلوية هلوية شودات جدا من الابوية وكل العيل عندي هلوية يعني كل الفركز شاب الفشن كله مركز الفشن كله بصراحة يعني فقال طوله خلاص انا روح اجرب معك كان اول مرة نزل مصر ما نزلتش خالص في حياتي ما كناش احنا نقدر يعني بنيوسيف ده يعني بنيوسيف ده انا بسافي بنيوسيف يعني كلام ده سنة خمسة وسبعين كان عندي خشرة سنة وما كنتش خرقت خالص بر الفشن اقصاها بيبع بنيوسيف اقصاها بنيوسيف دي لها نصف ساعة ساعة بس اقصاها بنيوسيف دي لها نصف ساعة 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 س